لتلاعبه في سوق الصرف أصدر القضاء الإيراني حكم البسجن لمدة عشرة أعوام بحق المحافظة السابق للمصرف المركزي ولي الله سيف وعيضا وفق مصدر قضائي فإن المحافظة السابق للبنك المركزي الإيراني وجهت له عدة تهم على أساسها صدر الحكم منها الإهمال وسوء الإدارة وزعزعة استقرار السوق ما مهد الطريق أمام عمليات صيرفة غير شرعية وصلت قيمتها إلى 160 مليون دولار وأثرت هذه القضية اهتماما واسعا في إيران نظرا لأنها المرة الأولى التي يخضع فيها مسؤولنا على هذا القدر من الأهمية في المصرف المركزي للمحاكمة